السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم وهذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم برنامج بخدمتكم اليوم برنامج رح يكون مختص بالخدمات المقدمة إلى أبناء الشعب العراقي يوم عني فعلا فرح أن أقدم هذه الحلقة اللي فعلا هي تختص باسم البرنامج أن يكون خدمتكم من ناحية الإعلامية وأيضا خدمتكم بجميع الخدمات اللي تقدم إلى المواطن العراقي قبل فترة ليست ببعيدة سمعنا رئيس الوزراء العراقي الأستاذ محمد الشعب السوداني أطلق مشروع أو عمل هو عمل جبار أن يكون جهد حكومي خدمي وهندسي بمرافقة الأخوة في هيئة الحجد الشعبي أي جهد الهندسي في الحجد الشعبي وتم إطلاق هذه الحملة هذه الحملة شملت مناطق في بغداد ومن ثم سوف تنتقي وتتوسع إلى جميع أرحاء العراق الآليات التي كانت تحارب دائش الآن تقوم بخدمات للمواطن العراقي تحولت من الساحة العسكرية أو المضمار العسكري إلى الساحة المدنية جميل أن تكون هذه الآلة تتحول من الآلة الحربية أو الآلة تكون في خدمة المعركة أن تتحول في خدمة المواطن في الساحة الميدانية هذا المشروع الذي قدم هذه الفكرة التي قدمت هي من شأنها أن تقلل على كاهل المواطن المتائب التي تزامنت عبر الحكومات المتعاقدة طبعاً تحدثنا إلى المقربين من هذه الحملة وجدنا أن هناك كارثة حقيقية كانت متجاهلة من قبل الحكومات المحلية آلاف الأطنان من الأنقاض آلاف الشوارع التي كانت محرومة من الخدمات أين كانت تلك الحكومات من ذلك هناك الحديث وأسئلة كثيرة سوف تطرح على ضيف البرنامج ولكن بعد هذا التقرير نقود نستكمل وإياكم حلقتنا لهذا اليوم حلقة بعنوان الجهد الهندسي والخدمي الحكومي إشارة توجهات دولة رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني تم تشكيل فريق الجهد الخدمي الهندسي لمكتب رئيس الوزراء تقديم الخدمات بشكل عاجل مناطق المحرومة من البنى التحتية والصحة وكذلك الكاربا ابتدأنا بكلة العمل في منطقة الشاكر العاني في مدية الحرية هذه المنطقة السكنية تعاني من عدم تقديم الخدمات لفترة طويلة الشارع هذا يمتد تقريبا طول كيلومتر إضافة إلى رح ندخل في الأزقة والأفرع للشارع الرئيسية الطولية يتم تحشيد جميع الجهد الآلي الدولة العراقية من آليات ومعدات ومهندسين بتقديم الخدمات لهذه المناطق اللجنة هاي شكلت حاليا أول منطقة ثلاثة أربع مناطق في مدية بغداد من ضمنها منطقة شاكر العاني ومنطقة حي الكوفر في مدية الشعب ومنطقة دوانم في الشهلة ومنطقة النهروان في أطراف مدية بغداد اليوم تقوم لجنة الحجد الشعبي المشكلة من قبل دولة رئيس الوزراء بتقديم الخدمة للمناطق التي تعاني من نقص شديد في الخدمات تستمر بجهود الوزارات وزارة البلديات ووزارة الإسكان وأمانة بغداد ومحافظة بغداد مثل ما تلاحظ اليوم الأعمال مستمرة في هذه المنطقة ولا يتم الخروج إلا بعد إكمال تقديم الخدمة بالكامل وكساء الشوارع لهذه المدينة هذا الجهد اللي تشوفوه هو جزء من جهد حملة الخدمات والحملة الهندسية اللي قارها مجلس الوزراء على أساس تشكيل اللجنة الخدمية والهندسية هدفها تقديم الخدمات للمناطق المحرومة وخاصة في المحافظات الكبيرة مثل بغداد وغيرها من المحافظات إن شاء الله بدأنا اليوم نحن في شارع شاكر العاني باتجاه الدوانم بالتأكيد العمل منطقة محرومة وأهل المنطقة يستحقون هذه الخدمة السيد العام من قوات المسلحة سعيد أن يبدأ العمل بوتيرة عالية وبسرعة وحقيقة هائراتة وهي رغبتة أن نكون هكذا هيئة الحج الشعبي عضو فاعل في هذه اللجنة بدأنا في الرصافة اليوم في حي الكوفة منطقة الشعب ونستمر بالأحياء تباعا المشرف على عملنا كله هو أمانة بغداد ومحافظة بغداد باعتبارهم هم الحكومة المحلية التي تشرف على عملنا في بغداد أدنا إن شاء الله فكرة والسيد الغادر العام للقوات المسلحة أن نتجه للمحافظات وضمن جدول وضمن برمجة إن شاء الله يعلن عنها تباعا الهمة التي انطلق بها رئيس مجلس الوزراء خلال العشرة أيام الأولى من عمر هذه الحكومة تبين أن هناك جدية حقيقية لبيان الإصلاح والإعمار وخدمة المواطنين خصا في المناطق الشعبية مثل مدينة الحرية والشعلة والتاجي وسبع البور وغيرها من مناطق محرومة ظهر من خلال هذا القرار أن بالإمكان أن يتم إنجاز الأعمال دون البقاء على الروتين القاتل الذي أثر علينا لسنين طويلة ونأمل أن تستمر الملاكات الهندسية والجهات المعنية بهمة عالية لبيان مدى الإنجاز الذي تقدمه هذه الحكومة خصوصا أن أبناء الشعب العراقي مستبشر وينتظر تواقا لتظهر هذه الآثار ويرى الإصلاح ويبدأ بمرحلة جديدة من حياة العراق إن شاء الله نحن طبعا مواطنين من منطقة الحرية الزراعي نشكر السيد الرئيس وزراء محمد الشاع السوداني بهذه الحملة الجبارة الروعة الجميلة التي أفرحت المواطنين بإكساء شوارع منطقة الزراعي الحرية وكل المنطقة فرحانة بهذا الإنجاز طبعا نحن نتأمل ونناشد السيد محمد الشاع السودان الرئيس وزراء بتمليك هذه المنطقة تمليكها للمواطنين للمنطقة قديمة وهذا الإنجاز خل المواطن يفرح ويتأمل أكثر وأكثر من هذه الحكومة الجديدة التي نتبارك بها ونحمد الله ونشكره على هذه المبادرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة تقرير مشاهدين الكرام عدنا وإياكم وحلقتنا لهذا اليوم هو حلقة بعنوان الجهد الهندسي والخدم الحكومي وما بعد قبل أيام أطلق رئيسي الوزراء الأستاذ محمد الشاع السوداني هاشتاك باسم إحنا بخدمتكم يعني العنوان كبير وعنوان إنساني وسامي وأتمنى التطبيق إن شاء الله مو فقط ندعم هذا الجهود لكن نشوف في محل توقفات تلك ونشخص إن شاء الله من خلال برامجنا العنوان مهم وفعلا إن شاء الله فعلا يكونون على قدر هذا العنوان أن يكونون في خدمة المواطن معنا ضيفنا لحلقة هذه اليوم الأستاذ أبو علي الكوفي رئيس الجهد الهندسي في الحجد الشعبي نرحبك أجمع ترحيب أستاذ أبو علي شكرا لحضورك شكرا لوقتك وحنا نعلم أنت ما زلت يعني جيت من العمل وما زلت رح ترجع من العمل وهذا الجهود يحسب لكم أبطال في ساحات الميدان والوغا في الحجد الشعبي وانتصرتم على داعش والآن تنتصرون لخدمة المواطن شكرا لك شكرا لحضورك لا كل شكرا الله يحفظ سعبنا أبو علي رح نرجع إلى أصل الموضوع كيف نضجت هذه الفكرة والتشاركية ما بين الخدمة أو الجهد الحكومي وهيئة الحجد الشعبي بتقديم الخدمات لمواطن العراقين نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم ولمتابعكم أولا التعزية لذوي شهدائنا مثل ما تعرفون اليوم احنا دخلنا بمعركة في معسكر عائشة في محاوضة ديالة واستشهد أدنا أمر لواء ومرافق أحد القادة وانجرح أحد القادة كذلك أخواننا في جيشنا الباسل في كاركوك اليوم اتعرضوا إلى اعتدام الإرهابيين وهذه طبيعية تصير في ذا الأحداث هذه النجاحات الكبيرة تثير حفيظة الأعداء ويحاولون يعني يججون الموقف ويحاولون يحرفون المسيرة المسيرة الآن الحمد لله أخذت اتجاه الصحيح وهذه المحاولات إن شاء الله ما تنجح وتفشل بصمود جيشنا وصمود حشدنا وشرطتنا وكل قواتنا المسلحة وكل الأجزاء الأمنية الساندة حسنة معظم الله لكم الأجمال الخطوة بدأت قبل تشكيل الحكومة مجموعة من الخيرين بما فيهم الحج الشعبي اجتمعنا وقررنا إعداد برنامج للمائة اليوم الأولى للحكومة نعل رضا سيد رئيس الوزراء وهو لم ينصب بعض وعندما بدأت في أول إذا تلاحظتم أنتم في أول اجتماع للحكومة طرح هذا المشروع معناته هو منضج قبل هذه الفترة الحمد لله توفقنا في أن نقدم مشروع متكامل منطقي بحيث استطاع السيد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مدد الوزراء تبنيه الحج الشعبي كان رئيس الحرب في هذا الموضوع لما يمتلك من جهوزية واستعداد وقلة متطلبات هذه أساسية في العمل يعني كنا سريعين في الحركة في تنفيذ القرار بحيث احنا اجتمعنا يوم الجمعة بعد صدور القرار يوم الثلاثة الجمعة اللي ثلاثة الثلاثة الاجتماع الأول اجتمعنا الظهر مع السيد القائد العام للقوات المسلحة ثاني يوم السبت احنا ساعة ستة الصبح بلشنا في منطقة الشاكر العاني طبعا منطقة الشاكر العاني منطقة وسيعة مساحتها مساعة شوارحة عشر تالاف متر مربع مو هي واحد يدخل بمنطقة مساحة شوارحة عشر تالاف متر مربع غير مخدومة يعني تحتاج إلى بنى تحتية قبل أن ما تكسيها وفعلا نجحنا وهيئنا إمكاناتنا أخواننا في أمانة بغداد وفي محافظة بغداد عدهم كان تصور عن المناطق وعن احتياجاتها لذلك قد يسأل أنتوا شبل عجل رحتوا دخلتوا المناطق وين دراساتكم وين كشوفاتكم وين جداول كمياتكم وين مخططاتكم كلام منطقي صحيح المفروض هذا يتعدله قبل سنة حتى تتبلش بيه اليوم ولكن أخواننا في أمانة بغداد كان عدهم هذا الخيال وعدهم هذا التصور بلدية الشعلة مثلا وبلدية الحرية عدهم هذا التصور عن هذه المنطقة فمن رحنا احنا بلشنا يعني من برامج أو تنفيذ برامج معدة سلفا دخلنا في منطقة الشاكر العاني ونجحنا نجاح باهر فتحنا شارع طويل طول كيلومتر ونصف عرضة 15 متر هذي بالحسابات الاخوة المهندسين المدنيين اخوة المهندسين الطرق يعرفون هاي قضيه موسهلة ونجحنا نجاح يعني منقطع النظير وشجعنا رح نفتحنا موقع ثاني في حي الكوفة قبل ان نفتح عفوا نحجي نستاذ بعلي يعني هسا احنا رح نسأل على نفس النمط السؤال الاول فرع الاخر من السؤال يعني كيف رح يعني وفقتهم ما بين داعش ومعارك وبعض الجيوب من داعش موجودة وتحتاج الى جهد هندسي مع جهد هندسي يتم تفريغها في المناطق المدنية احنا بمجرد انتهت الصفحة العسكرية من المواجهة 2018 الحجة ابو مهدي يا الله يرحمه قائد الحجن ومؤسس الحجن فرز جزء من الجهد الهندسي والدعم اللوجستي والطبابة وكل الوحدات الساندة في هيئة الاركان فرزها للاعمال المدنية لدعم الحكومات المحلية وكذلك الوزارات المركزية يعني الموضوع مؤان ابدا ابدا الحاج الشهي ابو مهدي نعم ابو مهدي المهندس كان لو فكرة يعني مستقبلية ان يوضع خدمة المواطن ما شاء الله بعدين كمللنا الجهد احنا جهدنا قتالي الجهد المدني اللي ينزل يختلف عن الجهد قتالي كمللنا الجهد الهندسي وجهز وهيئ لمثل هذه الايام مثل هذه الساعات وبالفعل احنا بمجرد الفين وعشرين بدأت يعني نفس السنة اللي استشهد بها الحاجة ابو مهدي احنا قدرنا ننزل الى بغداد ونكسوا مع امانات بغداد ستعاش مليون متر مربع اسفلت طبعا وهذا رقم موسيح للاخصائيين واهل الخبرة والمعرفة يعرفون هذا الرقم كبير بس الجامعين ما مصلوا التضاعي بالصلاح اكيد الاخوة في امانات بغداد ما كانوا بهذا السدد وكان هناك تعتيم على الامر لانه احنا دخلنا به في وقتها اما الان الحمد لله الوضع اختلف بس العفو بس عيد للرقم 16 مليون متر مربع اكساء في امانة بغداد اياسنا 2020 بدأنا بيها 2020 شهر نهاية الصيف يعني 16 مليون متر مربع متر مربع نعم رقم كبير مع مشاريع محافظة بغداد العفو امانة بغداد شرعنا بيها احنا قبلها مثل ما تعرفون 2019 قبلها بسنة واجهنا السيول الحقيقة مواجهة السيول كانت مواجهة مدنية معسكرية يعني كان يحتاج الى كاسر امواج طول 35 كيلومتر وكاسر الامواج يعني تنقل 4-5 ملايين طن حجر من السماء والنجف الى مواقع المشآت النفطية في مجنون وغرب القرن واحد وغرب القرن اثنين والفايحاء وكل المشآت النفطية كانت مهددة بالزوال بالاضافة الى ابراج الطاقة الاملاقة في محافظة البصرة بالاضافة الى الطرق الرئيسية المزارع قرانة مدنة ثلاثة اربع محافظات هذا كل الجهد الهندسي العافق بالضبط الحجر ما كان موجود بنفسه اشرف على ادارة هذا الملف وطبعا اكتسبنا خبرة عالية في مواجهة الكوارث وكذلك تحويل الجهد العسكري الى جهد مدني يواجه تحديات مختلفة عن التحديات اللي واجهناها في الجبهات احنا بالجبهة كانت تحدينا اثنين الجغرافيا والزمن احنا كنا انصار الزمن من اجل ان نسيطر على الارض اذا انصرع جغرافيا وزمن بالمدني يختلف عندك ضوابط عندك محددات هندسية عندك معايير عندك رقابة عندك اخواي امور ما موجودة بالعسكرية العسكرية انت تحفظ ساتر حتى لو اشتروا بي انحراف يمن يسرى متر مترين مو مهم اما بالشارع انت ما تقدر استوى شارع من حرف متر متر ولا حتى سنتيم بالانحراف انا عندك اشوفك استاذ ابعالي عندك هاي المصطلحات الهندسية اختصاصك شنو؟ يعني مدير هندسة عسكرية لاربعين عام من يعني نعومة اطفال هندسة اساس اختصاصة اي تي ولكن اشتغلت اربعين عام بالهندسة العسكرية يعني خلافة الحج ابو مهندي بهندسة العسكرية في بدر يعني كان هو مدير الهندسة العسكرية ثم اصبح رئيس اركان فاضحيت عن المكانة وبدأت يعني اتدرجت من نعومة اطفالي في العمل بالجهد الهندسة يعني بجلت المعلومة يقول استاذ ابو عالي كوفي كان عايتي بالسويد ويا ابويا المخرج ذا يقول صح؟ صحيح اشتغلت المعلومة انا عايتي صحيح ماشاء الله مؤسسة المنتظر نعم ما شاء الله هذا الجود الكبير يعني نابع معلمية وحنكة بادارة هكذا يعني طوارئ اذا احنا ما بدينا من الصفر لا من ناحية التاريخ ولا من ناحية المعرفة والنوهو يعني المعرفة ما كانت اجتنا في لحظة انما احنا كنا مستعدينها وجاهزينها لذلك احنا من نزل الميدان سبقنا الاخرين وسيد رئيس الوزراء صرح كم مرة انه يعني المفروض اجهز الدولة ما تشتغل بهاي الطريقة الان النمطية التقليلية القديمة لمتى قدر تتفاعل مع واقع مأساوي مثل ما تفضلته اركام هائل مو عشرين عام بل اربعين عام اصحى المواطن غريب في وطنها ما يشعر انه هوا مواطن وانت اوين قاعدت بالوحل لانه مواطن وقاعدت بالوحل لانه واتقول هادها وطن ما يشعر بعد اما الان لا الان يفتخر ان هوا عنده وطن ونده حكومه وانده الناس سلعنه وانده الناس تتابعه و اهي بداياتها والهقد قلتلى الجمعة الماضية في لقائنا و odpowied قلت لا أبسط والنتيجة وصلنا لها أن المواطن أضحى يعترف بمواطنته أن المواطن أضحى يعترف بحكومته وهذا المطلوب من الحملة عندما شعر المواطن ولمس ورأى رأي العين أن الموضوع يختلف اللي كان ينجز بسنة صار ينجز بشهر واللي ينجز بشهر أضحى ينجز بيوم ثلاثة أكيد عرف أنه اختلفت الأمور ورجعت الأمور إلى نصابها الحمد لله نحن ماشيين مع ذلك أنا أقول لك نحن الآن في العشرة الأولى من المئة بعد أمامنا تسعين درجة بالتقدم أكيد الفريق ينسجم أكثر ونحن جمعون من جوائر مختلفة أتعرف على الفريق الخدمي الفريق الخدمي جوائر مختلفة رقابية بعضهم مشتغلين بالمحافظات بعضهم مشتغلين بالوزارات ولكنهم كفؤيت صراحة اختيارهم صحيح الآن إحنا مثل الفريق اللي كرة القدم يدرب يوم ويومين وسبوعين وشهر وشهرين ينسجم أكثر يوصل للاحتراث ويعينون من المدافع ومن الهجوم ومن الوساط ومن الراح يصير يعني خل نقول بين طلسين القول شي واحد ينعرف الثاني صحيح يعني ما ملتقينا إحنا قبل التقينا يعني يعني مرة واحدة التقينا مع ناس إحنا ما شايفهم مصر منعرفهم قبل الحمد لله الآن 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 يوميا تدخل معنا قوة جديدة الآن اخواننا بالجيش العراقي دخلوا ماشاء الله واخواننا في وزارة النفط من بكرة إن شاء الله يدخلون إيانا أكيد يعني عن ما هيئوا نفسهم احنا يعني كان قدنا ميزة السرعة والاستعداد اللي نحن مهيئين سلفا حاجة أبو مهدم هيئنا من زمان الظروف اللي مرت على العراق بعد الصفحة العسكرية هيئتنا من زمان نفس المواجهة مع الارهاب هيئتنا عبرنا أنهر قطعنا مسافات احتلنا مساحات طوبغرافية معقدة واجهناها يعني كانت معركة 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 مساحة معركة أرض فتعلمنا الأرض تعلم الواحد احنا تعلمنا بالأرض علمنا سواتر وخنادق وفتحنا طرق وازلنا عبوات إذن هالتحديات كلها مرت علينا من إيجينا للميدان لأنها أبسطا من البسيطة بالتأكيد بالإضافة إلى حقيقة استثمار للوقت جيد يعني الآن منتسبين يدومون 16 في 16 يعني يدوم 16 ساعة لمدة 16 يوم طبعا هذا مبلغ كبير وشوف المقاتل مركز على شغلة يعني مو يسعب الثنة يروح له لو يجي ثاني يوم يومه وتغيرات لا هو مستمر بعمله بحيث يعني أكو تواصل عندنا ما عندنا انقطاع بالعمل وهذا طبعا هذا هي إنتاجيتنا الإنتاجية مهمة أنه أنت تركز وأن الوقت تستغل استغلال جيد والإمكانات اللي عندنا المتاحة مستغلة بشكل ممتاز بحيث تعلموا الأخو من الآن دوائر الدولة اللي شغلونينا تعلموا ومنعد نحن شنو نديم زخم العمل يعني مباركة فإذا ما زخم المباركة احنا مندربين عليها من إجينا الميدان بكل بساطة ما كان ما كنا نواجه صعوبة ثقافة عملنا تقاليد عملنا تختلف والآن الحمد لله هذه الثقافة وحدة من النتائج هذا الفريق أن انفجمنا إحنا في طريقة تعاملنا مع الواقع واقع صعب برير في طريقة استغلالنا للوقت في طريقة استغلالنا للإمكانات المتاحة اللي الآن متوفرها عدنا واجادت وكلهم عبروني عن أنه هم تعلموا من عدنا جميل ممتاز حتى نتعرف أكثر بعد جناب الأستاذ أبو علي أنا قمت تفائل بابتسامتك الجميلة ودائما هذا سبحان الله القيادي من يقود المعركة من كان في الميدان أو معركة في الخدمات وهاي الابتسام سيكون من المقابل أكون تفائل من الآخرين من يقدمون عطاء أكبر مما هو عليه بعد الفاصل المشاهدين سنتعرف على المناطق المستهدفة في الخدمات ومن ثم ماذا وصلت إلى أي مرحلة الخدمات المقدمة للمستفيدين هذا يعود إلى المناطق المدنية عودة أمر أخرى أستاذ أبو علي كوفر رئيس الجود الهندس في الحجد الشعبي خلاص صارت الفكرة نضجة الفكرة قوانت الفريق الحكومي أي المناطق اللي استودفت في البداية الكارخة أولا بعد أن نجحنا في شاكر لعاني ذهبنا إلى حي الكوفة في الرصافة شرق الكناة بالضبط انتقلنا إلى الرصافة ثم إلى منطقة السبع قصور لأننا متواصلة قريبة جغرافيا كمت تحي الكوفة لبعد لا نحتاج إلى نهاية شهر 12 نسلم إن شاء الله مفتاح الأهل وهو نظيف وهو مرتب والآن أهل فرحاني الحمد لله بعد ذلك ذهبنا إلى منطقة الدوانم الشعلة منطقة كبيرة طبعا حي الدوانم الشعلة كذلك شاكر العاني منطقة يخطنها يعني أكثر من 800 ألف مواطن ولكن للأسف كلها غير مقدومة لأنها بالأصل هي زراعية كل مناطق الزراعية بالقانون العراقي ما يسمح للبلديات أن يتقدم لها خدمة ولا تدرج فيه مشاريع وزارة التخطيط وبالنتيجة ما يكون تمويل بالضبط الفريق الحكومي الفريق الجهد الخدمي والهندس الحكومي عنده صلاحيات الصرف على هذه المناطق أخذنا صلاحيات بالضبط بموجب القانون عندنا صلاحيات نصرف عليها ونخدمها كذلك الأخوة في أمانة بدون التحتي عفوا بالضبط أنها صارت بواقع الحال هي منطقة سكنية يعني صارت 20 سنة 30 سنة هم وباني بيوت بعد ما تشتبونهم يعني أنت ما إلك إلا أن تقبلهم على واقع حالهم وتعتبرهم الأخوة في وزارة المالية هم أعضاء ويانا بالفريق طلب منهم دراسة تغيير جنس الأرض هذه على مدى البعيد أما نحن على المدى القريب والمتوسط شرعنا توكنا على الله مدينا المجاري بالمناطق ما شاء الله جيد بالتأكيد كاماته أنا حفل أنا أبو حالي أنا توقعت بينه فقط إكساء لا 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 منعنا من هذا من السيد الرئيسي الوزراء منعنا منعا باتا إلا بإجازة من وزارة التخطيط إذا وزارة التخطيط قالت هذا الشارع بعد ثلاث سنوات يا الله إحنا نوصل إلى المجاري مالته أوكي نسوي له إكساء نظافة يعني خمس سنتيمات لأرة ثلاث سنوات مقليلة إحنا ما معقول أنذب الناس بطين لمدة ثلاث سنوات إلى أن تجي المجاري طبعا وهذه الحالة لحد الآن ما واجهتنا جميل لحد الآن لحقنا أن نسوي مجاري ونسوي أرصفة ونحدل ونكسي أنا أقول تقريبا مثل تعاقد المباشر كان بالضبط بالضبط نفيذ مباشر بعدين دائرة الكهرباء الأخوة في وزارة الكهرباء أخونا العزيز الوكيل سيد نزار تميمي وكيلوز الكهرباء يرافقنا في الحملة لتنظيم شبكة الكهرباء تعرف بعد المنطقة عندما نصير يعني منطقة سكنية بعد يعالجوها أو يعاملوها يعني يصرفون بطريقة مختلفة عن السابق قبل كان يعني بالخفية بالبوق يخلو لهم محولة أما الآن لا جئنا على المنطقة وزعناها توزيع رسمي وإمطيناها قدرتها أو كفايتها من الطاقة بالكهربائية يعني صارت عدالة بالتوزيع وإيانا وزارة التربية إحنا نمر على المدارس نجرى عليها كشوفات يعني صحيات المدارس مكان لعب التلاميذ الرحلات طبعا أنشأنا معمل إحنا بهاي الفترة البسيطة أنشأنا معمل ينتج يومين ألفين رحلة الحاجة الشعبي تحديدا الهندسة العسكرية والسيد القادة العام يعرف السيد الرجل يدري أنشأنا معمل ينتج يومين ألفين رحلة بحيث ننتج بالمئة يوم الأولى من عمر الحكومة مئتين ألف رحلة نوزعها على المدارس نسد النقص اللي يعدهم إحنا عدنا بالعراق حوالي اثناش ألف بناية مدرسة وحوالي ثلاثين خمتة وثلاثين ألف مدرسة اللي المدرسة يدونون بها دوما أو تلاثة بعض الأحيان من أسوال اثناش ألف مدرسة تجرتنا ستة ألاف مدرسة تحتاج إلى دعم تحتاج إلى صيانة تحتاج إلى تكميل يعني مثلا مدرسة ما بها حديقة مدرسة ما بها ساحل اللعب مدرسة ما مرتبطة بالشارة العام بطريق ميسد مثلا بطريق مناطق زراعية متروكة مهمولة إذا ندرينا مطرة الطلاب ما يدومون هذه كلها أخذناها بنظره اعتبار أجرينا كشوفاتها عدينا جداول كميات للمدارس المستهدفة بدأنا بمنطقة النهروان وكل في الهندس رأس يا أستاذ أبعالي عاصف المقاطعة يعني أنتم مو فقط إكساء وكذا لا لا كل الخدمات كل المراكز الصحية مستهدفة لأنهم ويانا أعضاء باللجنة وخفوزات صحة كذلك المدارس مستهدفة بيئة بالضبط هاي أصلا أكيد الكهرباء ويانا الكهرباء هما أستاذ نزار هو عضو رسمي بالفريق وكذلك كل ما يواجهنا وإحنا ماشيين حتى لو ما نجده حسينية يحتاج دعم نحن هم ندعمها نبدل بابهم نعدل استياجهم حتى يطلع منظر الشارع ومنظر المدينة ومتكامل تماما أقول تكس الشارع والبيت استياج واقع والبيت ما بي باب وهذا الناس ما عندهم إمكانية أن يتلأمون إلى الواقع الجديد نحن نساعدهم ونهيئ لهم مستلزمات يعني نقول لهم مثلا علينا الحفور هذا ولا علي أنت عليك هذا مهم ندعم نعفو نتعاون نقول ما عندها من نعفو نعفو عنا وتمشي الأمور يعني من نوقفها قبل كان نوقفها على مد مئة ألف دينار يوقفون الشهر وتوقف شهر شهرين الآن لا ما شغلة توقف إحنا موجودين كل إحنا وإنعين اللي ما عنده واللي غير متمكن نمكن واللي ما يعرف إن علمه وإحنا ماشيين يعني صلاحياتكم بالضبط صلاحياتنا وهي أهم سهلة يعني هم يردلها صلاحيات قضية بسيطة يعني ما لقينا معضلة حقيقية ما لقينا لحد هاللحظة ما لقينا لحظة لماذا هالل توقف هالسيين كلها يعني ستدد تقول جنابك ما أقدر أخذ لا لا شون ما يعني أكيد أكيد يعني يعني حسن الفترات حسن خب قبل 2003 لحد الآن يعني هاي المشاكل التراكمية وسيطة ما كانت صعب وتدد تقول لي إحنا إنجزنا مناطق أو بعد ما منجز أكيد بعض من وسط نسبة إنجاز عالية وتقول ما وجدنا أي مشكلة حقيقية لا لحد هاللحظة ما لقينا مشكلة حقيقية بالمستقبل لأنه أعلم لحد هاللحظة ما لقينا مشكلة حقيقية تستوجب هذا الإهمال وهذا التسويف وهذا اللي جعل المواطن إنشار هو مو مواطن جعل يشار هو ما عنده حكومة إشار يتمنى شيء آخر الحمد لله لأنه المواطن غيرت نظرته أقل لها بالمناطق اللي دخلنا لها أنا ما عندي إحصاء على كل ولا عندي إشراف على الإعلام ما 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 تابع الإعلام ما عندي وقت المناطق اللي دخلنا لها الأثر المباشر كان منقطع النظير في الإيجابية ومستمرين إن شاء الله نحوان نعم كمتت النهروان النهروان لا نهروان ما تكمل نهروان مليون نسمة بيها نهروان قد الديوانية مو بسيطة لا هي ولا الحسينية ولا سبع البور ولا الشرق القناة ولا حي الكوف ما يكملهم بالهيين هو كل ما نسوي شغرة طلعنا شغرة ثانية وإحنا متهيئي لها طبعا إشقد نسبة جهودكم الهندسي الآن في الساحة مما نملك قليل قليل جدا قليل مما نملك ومما تملك دولة العراق قليل جدا يعني ما يمثل يمكن يعني أجزاء يعني العشرة الأولى من المية احنا بعدنا ماشيين بيها انت تبدو تزون بقوة لا نحنا بعدين بقوة ولكن يعني الزخم يعني حتى نحن تنكسب احنا يعني عزم نحتاج وقت ونحتاج تجربة ونحتاج ممارسة ونحتاج تكميل الجهد هنه تبقى عادت نشوف قسطراتيجية يعني احنا اليوم مستلم نس لجفة قسطراتيجية عادكم طبعا طبعا يعني عاشيين احنا بخطة حثيثة يعني مستغلين الزمن استغلال أمثل يعني 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 معاشيين بسرعة ولكن تعرف احنا علينا شرف هندسي علينا QC يعني علينا كواليتي كونترول رقابة رقابة بالضبط علينا يعني قضايا رسمية يعني هاي القضايا الروتينية هاي القضايا الورقية احنا ما هاملها المخططة هاي ما هاملها لان ورانا بعد رقابة مالية بعد ورانا قانوني حاسبنا بعد ورانا اجيال يمكن تقول ليش الشكل سويته خطأ فقرارنا حكيم خبراوي 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 وزارة الاسكان مهينين ولا خبرا ولا مارك بغداد خبراوي مهينين عندهم خبراوي تراكمية عظيمة هذا كل يعني في بدايات حتى الفريق ينسجم حتى ناخذ مثل ما نقول وطيرة تصاحب نحتاج الى وقت وفعلا الان احنا يوم احسن من يوم اخر لحد الان فتحنا ثمان مشاريع وان شاء الله بكرا نفتح مشروع الكوفة هاي هو نفسح الكوفة هذا مشروع فعلا كل تفاصيلة المنطقة يسموها مشروع مشروع سايت هذا السايت احنا فتحنا نهروان تتخدم مدينة سكانها مئات الالاف كذلك منطقة دوانم الشعلة ومنطقة الشاكر العاني منطقة كبيرة مترامة الاطراف معقدة زراعية استبدال تربة احنا ما من يعني نفسي نلقع ونخلي عليها لا لا كل مروجيكت اكو عندك عندنا تحديات عندنا صعوبات عندنا ولكن ما ترتقي الى درجة انه هو يعوفه ويروح انا قلت ماكو صعوبات ما معناتها صعوبات ماكو الصعوبات اللي توقف يعني يعني تحوله الى مستحيل ما حولنا فد امر معين صعوبة بشارة لقتنا حولت الامر الى مستحيل ونعوفه ونروح لا ابدا وخاصة احنا بالنسبة انا شفنا شفنا المستحيل بالجبهة وحولنا الى ممكن فكيف نقع انا ممكن نعتبر سهل زين كيف تتحاون من الحكومات المحلية جيد جدا مرحبين ومنتظرين يعني اخوانا في ذيقار اخوانا في الديوانية اخوانا في النجف كل المحافظات الان ينتظرون بشغف بعد ما شافوا بغدار بعد ما شافوا الهمة وبعد ما شافوا هذى النجاحات ينتظرون ينتظرون وانا شخصان بأشرت بالناصرية من سنتين مشكلة المي بالناصرية بزل عندك لو شفت لكم صور يعني الحالي الحفار كر الانهر نعم كر الانهر والرائي وصل سنين ما داخل هذى المي طبعا طبعا الحقيقة احنا من حوالي من بعد انتهاء يعني الموسم الفيضاني اللي صار 2019 بدأنا بكر الانهر حتى نزيد السعة الخزنية السعة الخزنية للموارد المائية واستمرنا يعني كرينا آلاف الكيلومترات من الارواعيات ونبازل عندنا فكرة انه احنا نستحدث طريقة جديدة للارواعيات هاي آشورية يعني من سن حارب لحد الان ينفس الطريقة يعفرون بلقاء ويذبون المي وثلاثة اربعة يتبخر ويروح وسونا طلائب تمتصن بالضبط الان احنا عندنا فكرة ان شاء الله نبطن كل الارواعيات ضمن المشروع هذا مقترح مقترحنا احنا بالحج الشعبي ان نبطن كل الارواعيات بالاراق صح مصر سوتها صح مصر حواضر بالضبط يعني يصير حال مثل شمال بغداد الان شمال بغداد ومناطق الغربية كلها مكسية فالمي ميروح وخاصة نفس ما شو قناة الجيش ما شو قناة الجيش الاخرية وحسب حجومها هذه توفر لنا توفر لنا مي المي يبقى نظيف صح تقلل لنا المياه الجوفية ملوحة المي يتقل يعني تبخر اذا تزداد كثافة الاملاح بالمي وعوامل حقيقة تدخل لو احنا بطلنا الارواعيات والمبازل الموجودة في كل محافظاتنا بالوسط والجنوب مثل ما قلت لك احنا بالغرب والشمال البغداد كلها مبطنة جيدة ما عدنا الارواعيات بهاي الطريقة الاشورية طريقة الاشورية بقت جنوب بغداد الى حتى الكوتهم جيدة جنوب بغداد الى البصرة جنوب الى الجنوب بعد محافظات الوسط يعني محافظات الفراط الاوسط كلها ما بها رواعيات مبطنة محافظات الجنوب كلها ما بها الرؤيات مالية لاني كاريهن كلهن في اندلهن وحده وحده يعني انت شو العنبيه هاي فكرة اه بعد احنا عدنا عالية للتصويت المشاريع يعني احنا مو كل من يختار مشروع ينفذه ممكن اجزاء من المشاريع النفذها لان احنا عدنا مشكلة موية بالناصرية احنا نزيب حفاراتنا بس من جول جزئية 3040 حفارة عما دارد ننزل ب100 و300 حفارة ضمن مشروع وطني ايه نعم نعم ومن مشروع وطني هذا المفروض الفريق يصوت عليه واحنا عدنا عالية للتصويت يعني قرار مجلسة الزراء وضح عالية التصويت والان بطور تنظيم الفريق وتحويله الى مؤسسة قوية لاستمرار في اكمال المشاريع المتلكية في اقتراح مشاريع جيدة حلقة الرابعة الان حلقة الرابعة احنا له صارت فرصة وكملت مخططاتها تحتاج لها شهر ثلاثة حتى تكمل مخططاتها الاخوة في وزارة الاسكان الان بهذا الصدد لو اكتملت احنا نقدر هذا الحلقة الرابعة نخدم مدينة بغداد خدمة كبيرة جدا ونخرج كل هذه ساحات التبادل اللي يومية صاير حريق يومية واقعة بناية يومية صاير مشاكل بالمناطق التريلات والسيارات الحمل الثقيل هاي كلها تطلع الى خارج المدينة اولا قيمة المدينة ازداد قيمة اطراف المدينة ازداد ونحول الناس الفقراء الى طبقة المتوسطة اللي كان الملك لبيته يسوى 30 مليون يصير بيته بمئة مليون يعني تحول الى اسرى من السابق بالنتيجة شوي شوي قيمة العرق كلها تزداد يعني القيمة السوقية للعرق تزداد هذا واحد من الاهداف بالتأكيد انسان شو يصير سعيد الان معيار السعادة بالامم المتحدة ان الانسان يكتفي الانسان كل شي عنده عنده بيت وعنده سيارة وعنده ضمان صحي وعنده مدرسة فيقول ان هذا مجتمع سعيد او اسعد مجتمع بالعالم هو المجتمع الدنماركي هو المجتمع النرويجي مين جابه او معايير واحدة من المعايير هو الشعور الشعور بالرضا الشعور بالقناعة الشعور بالمواطنة الشعور بالمواطنة الشعور بالاكتفاء هذه الطريقة احنا صحيح طريق طويل انا ما اقول لك هذا مو كلام شاعر هذا يحتاج الى وقت يحتاج الى جهد يحتاج الى تخطيط يحتاج الى تطبيق يحتاج إلى توظيف الموارد بصورة أفضل احنا عندنا ميكانات كثيرة عندنا الآن خريجين جامعات 350 ألف الآن خريج جامع سنويا الآن يتحولون إلى متظاهرين يتحولون إلى عاطلين على العمل إلى مستمدين للمعونة أو يشتغل يروح يبيع شاي بالطريق وخريج جامعة لا بس موعد واحد يبيع شاي ولكن احنا نوظفهم بصورة صحيحة نوصل إلى درجات أعلى وأعلى بالتنمية وتنتشر الشيء السعادة بين الناس وصير عندنا ثقة بوطننا بنفسنا بحكومتنا أحسنتم 8 مشارك 8 مشاركات عندكم ما سدت تشتون بيها أكو توسع تأكيد الآن احنا عندنا بقائمة بغداد وحدها حوالي 100 منطق مستهدفة يعني لحدنا احنا 10% لذات انا قلت لك 10% من جهدنا ما استخدمنا 10% من المشارك المستهدفة احنا بعدنا ما كمناها إن شاء الله نكملها يمتز فتتحون أول منطقة يعني أول منطقة قبل نهاية العام يعني متصف 12 وآخر منطقة من اللي بدنا بيها بالربيع بشارك 2 ها عندكم توقيتها طبعا طبعا توقيتها زمنية ولو تقريبية بس يعني قاعد تتغير باستمرار يعني المشروع اللي حسبناها 45 يوم كمناها ب30 يوم ماشاء الله يعني ما زادت قلت التخبينات بس هذا الجداول الزمنية ضرورة وضعها حتى إحنا يعني مثل ما يقولون نشعر يعني إحنا مزمين بتشعر بثمار العمل بثمار العمل ونلزم أنفسنا أمام ناسنا وأمام مواطنين أنه إحنا جاءت تعلموهم؟ تعلمون الماضح بينهم؟ لحد الآن يعني على الأقل عندما يجتمعون الناس ويعني بالمحلات اللي نشعل بنسالف ونقولهم إن شاء الله خلال 45 يوم والخمسة وأربعين ممكن نصير ثلاثين أم يقولنا لو تقول ثلاثة شنر ما عدنا معنا إحنا صارنا ثلاثة سنين أربعة سنين عشر سنين فهي أنتوا جيتوا بابتسامة الأستاذ أبو عليك يكون مسخ ختام حلقتنا لهذا اليوم حلقة الجهد الهندس والخدمة الحكومية بصراحة سعيد جدا جدا سعيد بحضورك وتشريفك لهذا المكان شرف أن نلتقي بأحد أبطال الحجز الشابي وأيضا أحد أبطال الجهد الخدمي والهندسي الحكومي أتمنى لكم كل التوفيق وسنكون لكم عونا إن شاء الله في تقديم الخدمات لأبناء هذه لا بد من شكر الإعلام حقيقة أترككم من أركان الحملة حملة الجهد الخدمي والهندسي والإعلام حقيقة موقفه مشرف في عكس آي سطورة ناصعة عن هذا الجهد وكذلك حقيقة زيادة تفاعل الناس مع المشاريع هذا الدور لا بد أن نشكر كل الإقامة من الأخوة الإعلام وندعوهم أن يشاركون أكثر وأكثر وهم أظهرون حقيقة الحرب ولولاهم ما ظهرت الحرب بهذا الشكل أثناء المعارك وستيد رئيس الوزراء طلبنا الإعلاميين الحج الشعبي أن يعكسون هذا المنجد كما أنجزوا أكسوا صورة الحج الشعبي تظهر الله خير إن شاء الله ما تظلمون مثل ما انظلمتم بستعاش مليون كلومة المربع سال شوارع بغداد في عام 2020 إن شاء الله ما تنظلمون فعلا وهذا أبسط حقوقكم أن تقدم أن يستثمر هذا الجهد وتقديمه للناس هذا الجهد أن لا يوضع أدراج الرياح ويذهب هباء لابد أن يقيم تقييم حقيقي شكراً أستاذ أبو علي كوفوا مرة أخرى شكراً لحضورك إذا مشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقة شكراً لكم مشاهدين الكرام حلقة الأسبوع القادم أيضاً رح تكون عن الجهد الخدمي والهندسي الحكومي المقدم لأبناء الشعب العراق سنتابع كل شاردة وغاردة في هذا الجهد لتقديمها إليكم على طبق من ذهب ونحن الممتنين لكم في خدمتكم تقبل تكاتل البرنامج تقبل تحياتنا وأدوة مقدمة البرنامج حاسم الحربي في آمان الله وحفظه